اشتركوا في القناة وهذه كلمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صاحب السمو الأمير فيصل أمير محمد بن فيصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة معالية الدكتور السيد محمد بن عبد الله الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية معالية الشيخ إبراهيم ابن خليفة آل خليفة أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والسماحة أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الواقع أني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما جمعنا في هذه البقعة المباركة التي انبثقت منها الشيعة النور الإلهي والهداية الربانية فتنورت بها آفاق الأرض في مشارقها ومغاربها وأتقدم بهذه المناسبة بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السموب الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموافقتهم الكريمة ولرعايتهم السامية لهذا المؤتمر التاريخي المرموق الذي نفتتحها هذه الليلة رسميا وندعو الله سبحانه وتعالى يكلله بالنجاح والتوفيق وإنما قلت إن هذا المؤتمر تاريخي لأنه أول مؤتمر فيما أعلم للصناعة المالية الإسلامية يُعقد في المدينة المنبرة التي هي أجدر بقاء الأرض لرفع لواء الاقتصاد الإسلامي وفي الفضل يرجع إلى صاحب السموب الملكي فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه لدعمه المتواصل لحيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فجزاه الله تعالى خيرا وإنما قلت إنه مؤتمر مرموق لأنه أول مؤتمر فيما أعلم يُعقد للتقويم تجربة للمؤسسات المالية الإسلامية التي مضى على عملها أربعة عقود وإن الصناعة المالية الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى قد ارتقت وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالس الماليات مجالس سوق الإسلامية ولكن بعد هذه الأربعة عقود لا بد من أن نقفم هذه التجربة وقبل أن نتقدم للإمام لا بد أن ننظر إلى ما وراءنا من إيجابيات وسلبيات لهذه الصناعة المبتكرة الرضيعة حتى الآن فأرجو أن تكون جلسات هذا المؤتمر توفي بهذا الغرض وتنظر في إيجابيات هذه الصناعة وسلبياتها ولا أريد أن أطيل ولكني أريد أن أركز على نقطة واحدة فقط وهي أن المؤسسات المالية الإسلامية حتى الآن قد عاشت ولا تزال في ظروف صعبة ضيقة فإنها ابتدأت في ظروف لا تساندها قوانين ولا تساندها ضوابط ولا تساندها هيئات الرقابة والإشراف للعمليات المالية الإسلامية فإنها عاشت في هذه الظروف الضيقة ولكن نشكر الله سبحانه وتعالى أن هناك اتجاها قبيا من الحكومات ومن الجهات الإشرافية أن تساعدهم وهذه المساعدة تأتي إن شاء الله تدريجيا ولكن حتى الآن هناك قوانين وهناك ضوابط وهناك الجهات الإشرافية الرقابية فإنها لا تفي بمغتضيات هذه الصناعة الإسلامية الكريمة ولذا فإني أقترح فإن هذا الجمع الكريم يشمل كثيرا من المسؤولين الكبار للحكومات والجهات الإشرافية فإني أقترح أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية قوانين تخصها وضوابط تخصها وما لم تكن هذه القوانين تساند الصناعة المالية الإسلامية فإنها لا تنجح بصورة واضحة ولا ممكن أن تسير على المسيرة التي يأمل منها كل مسلم ومؤمن فأقترح أن تشكل هناك لجنة أو هيئة تشتمل على علماء وفقهاء ورجال القانون ورجال هيئة الإشراف لتنظر في القوانين السائدة اليوم والقوانين التي ربما تعرقل في مسيرة صناعة المالية الإسلامية فأرجو أن يكون هذا الاقتراح موضع قبول وعناية من الأصحاب المعانيين والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للفرار عن بل والربا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن يكون هذا المعتمر خطوة رائدة في هذا الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته